شاك رامب الرحب بالسيد العميد حاتم فودة قائد المدرسة العسكرية الرياضية بمدينة المستقبل أهلا بك فاند مصرح أهلا بك فاند مصرح السيد العميد حاتم عارف أستاذ المشاهدين وأولياء الأمور والطلب الرغبين في التحق بالمدرسة العسكرية الرياضية إيه هي المدرسة العسكرية بمدينة المستقبل المدرسة العسكرية الرياضية بمدينة المستقبل هي أحد أربع مدرس عسكرية على مستوى جمهورية تابعة للقوات المسلحة هي مدارس حكومية بتتبع وزارة التربية والتعليم وبيشرف عليها جهاز الرياضة لقوات المسلحة في الناحية الرياضية والناحية الإدارية بيكون هناك اشتراطات بيضعها جهاز الرياضة لقوات المسلحة بيتمع لأسارها اختيار الطلبة اللي هي كيفية اختيار وانتقاء الطالب بالزبط فن اللي بتاخدأ لحاجات رياضية اختبارات رياضية وطبية ونفسية في النهاية احنا ليه نختار طالب هو طالب رياضي القاتل المسلحة بتعده ليصبح بطل رياضي بتتوفر فيه كل مقومات التفوق وفي نفس الوقت علشان توفر مناخ كامل بيتوفر معها تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم من ناحية التعليمية علشان يبقى انت موفر مناخ كامل للطالب الرياضي سمحاتم معوزين يعني نمازج مشرفة من خارج المدرسة العسكر الرياضية يمكن وانا بسجل مع سياتك دلوقتي احنا من يومين كنا بنستقبل احد ابناءنا الطالبة راجع من زامبيا في بطولة الافريقية لالعبق وكان نموزج مشرف جدا في اول مشاركة دولية ليه خارج جمهورية مصر العربية رجع باثنين مداليا فضية في مسبة دفع الجلة وقصف القرص قبله بحوالي اسبوع برضو كان عندنا ابننا في رياضة الجود وراجع بالمداليا الدهب في بطولة افريقيا فهو نمازج ده قوة المسلحة لما حطت مشروع هذا المشروع بيأتي سيمارو واجمل شي في المشروع ان الطلبة دول كمان هما ويمكن ستكعارف ان الطلبة دول سنهم لسه صغير وبيتم اعدادهم يمكن الحد الاقصى للمرحلة السنوية ب18 سنة فاحنا بنبدأ من الولد الطالب من اول ما يخش للمدرسة بالضبط كده فان بنقبل من المرحلة اولى لصف الاول الاعدادي فدي نمازج من النمازج المشرفة اللي لسه موجودة انا مشكرك ستعمل انا مشكرك اشترافنا بيك تخير اشتركوا في القناة